عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة وذلك ضمن السياق المصري في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد في بولندا وخلال الجلسة أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي على اهتمام القيادة السياسية والحكومة في مصر بالمنتدى الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر وأشار الوزير إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر